طيب، هقف عن تصريحات جوزيجو ميس شوية وهقف عند النقطة اللي قال فيها إنه الصفقات إحنا ممنوعين من القيد وبالتالي ميزتها إن أنا بركز مع الفريق اللي في إيديه طبعاً هي دي فعلاً الميزة الوحيدة في القصة لكنك لما تبص على الفريق هتفهم إنه الفريق محتاج دعم سواء على مستوى الأساسيين أو على مستوى البودلاء بالنظر لإنك فريق بتسعى دائماً للتتويج مش بتسعى للوضع الآمن في أي مسابقة أنت مشارك فيها ولكن التصريح ده مع المحاولات القوية لإعادة سامسون اللي رجع الإسبوع اللي جاي بالمناسبة بعد ما تسددت مستحقاته مع محاولات إقناع إبراهيم أنداي بالبقاء في الزمانك بينما أنت بتتكلم على محاولة تعليت مستوى السفقات أو الأجانب تحديداً مع إنك لسه ما حسمتش مواقف بعض اللاعبين سواء من التجديد أو من إنه خلاص يمشوا بنهاية تعاقدهم تفهمك إن فكرة إنك تقول إن الزمانك هيفك القيد في الصيف وإنك تبقى واثق وإنت بتقولها أمر أبداً ما ينفعش تقوله بكل ثقة لأنه طبعاً بالنظر لقيمة المستحقات المفروضة على الزمانك وتحديداً فيما يخص قضية مهاجمه السابق خالد بطيب فهتفهم اللي هي بتزيد عن الثلاثة مليون يورو هتفهم إنه الزمانك دلوقتي بدأ تدريجياً يتعامل وكأن إيقاف القيد مش هيتلغي بدأ يعمل حسابه إنه فيه احتمالات كبيرة إن القيد ما يتفكش في الصيف وبالتالي تعالى نضمن اللي معانا تعالى نشتغل باللي موجودين تعالى نشوف إزاي نحافظ نرجع ثقة نشرك لاعبين ما بيشاركوش نغير مراكز بعض اللاعبين علشان ممكن يبقى القوام الحالي هو القوام المستقبلي على الأقل يعني لحد يناير اللي بعده أو الموسم اللي جاي كله إذا فشرت محاولات تسهيل السيولة اللي ممكن يدفعها الزمالك السيولة دي بقى مشكلتها مش بس في الصيف هي مشكلتها كمان في دلوقتي في النهاردة في بكرة تحديدا في الرخصة اللي المفروض الزمالك يحصدها من أجل المشاركة الإفريقية في الكونفدرالية السنة اللي جاية السنة اللي جاية ده اللي هو كمان كم شهر يعني طيب المصري البور سعيدي والزمالك كان عندهم نفس الوضعية إن الاتنين عندهم قضايا خارجية والقضايا المالية دي اللي على الأندية المصرية الأهلي أو الزمالك والمصري هي اللي بتعوق الناديين عن الحصول على الرخصة تحلت في المصري تحلت إزاي؟ تم التنسيق مع اللاعب رامي البداوي وتم جدولة المستحقات بحسب ما علمنا فيه 50% من المستحقات اتدفعت طبعا كله رغم إن المجلس الحالي برضو مش زمبه زي الزمالك بالضبط يعني لكن رئيس النادي الأستاذ كامل أبو علي هو اللي بيدفع وهو اللي بيحاول برضو كل ما يحل مشكلة تطلع له مشكلة تانية لعب ملعبش ولا دقيقة مع المصري البور سعيدي لكن الطلب بإنه يدفع كل مستحقاته فكان المصري مش هيلعب الكنفدرالية السنة جاي لولا إنه يدفع أو يجدول دفع 50% اتفق مع اللاعب على الحل ساعده اتحاد الكرة المصري في الموضوع وخلاص المصري هياخد الرخصة بتاعه تعالوا بنا نروح للزمالك الزمالك نفس القصة خالد بوطيب لكن الزمالك ما وصلش الحل حتى الآن مع خالد بوطيب إنما أحيانا بتحصل ضمانات سواء من الاتحاد المصري لكرة القدم أحيانا بتبقى فيه فترة مهلة من الاتحاد الأفريقي لكن السنة دي هو شادد أكتر من كل سنة لأنه بقاله كذا سنة شغال في إنه الأندية لازم توفق أوضاعها كانت بتتحل برضو رغم إن المشاكل كانت موجودة عند الزمالك بشكل متتالي لكن السنة دي هو شادد إنما مع الاتصالات ومع تدخلات اتحاد الكرة ومع الضمانات اللي بتحصل ومع الجدولة اللي ممكن تحصل مع اللاعبين اللي عليهم قضايا بتتحل وبالتالي ما تقدرش تقول إن الزمالك مش هيشارك في الكونفدرالية السنة اللي جاية بحسب معلوماتنا الموضوع في طريقه للحل ولا قلق القلق قائم لكن بحسب معلوماتنا من مصادر مطلعة جدا داخل نادي الزمالك فالزمالك حصل على وعود بإن الموضوع هيتحل سواء من الطرف بتاعه هو إنه يحل مع خالد بطيب أو من خلال التسهيلات والضمانات اللي بتدي مهلة لحل المشكلة طيب طبعا الزمالك حامل لقب الكونفدرالية بيشارك كحامل لقب للبطولة في النسخة اللي جاية اشتركوا في القناة